جهاز ايفو والوسطى القبضة وان تكون سبابة على زر ستارت يجب ان يكون طاقم ازرار الايفو باتجاهكم بامكانكم حمل الجهاز الذي سيعكس الصورة والحامل للتطبيق بامكان المستخدم ضبط طول الايفو حسب الطلب بامكانكم تشغيل او الغياء تشغيل الجهاز من خلال الضغط على زر الطاقة من لائحة ازرار جهاز ايفو بامكاننا اختيار وضع البحث المرغوب من لائحة ازرار الايفو الاوتوماتيكي اليدوي او البحث الحي يتم استخدام الزر الاحمر الموجود في لائحة الازرار المكتوبة عليه الزر العودة من اجل الغاء الوضع الاوتوماتيكي او اليدوي او البحث الحي عند اختيار الوضع الاوتوماتيكي يقوم الجهاز بنقل البيانات بشكل مباشر من دون الحاجة الى الضغط على اي زر نقوم بالبدء بالبحث الثاني من الطرف الايسر عند انتهاء عدد نبض الاشارة المختارة ضمن البحث الثاني نقوم بالتنقل الى الطرف الايسر مرة اخرى ونقوم بالبدء بالبحث الثالث بامكانكم القيام بالبحث بشكل متعرج او متوازن حسب الرغبة يجب ضبط جهاز الايفو بشكل مستقيم حين وضعها على الوضع اليدوي وتأكد من عدم تحريكها يجب عدم رفع وتنزيل جهاز الايفو عند كل تلقي للاشارة في حال وضع الجهاز على الوضع اليدوي يجب الضغط على الزر الامامي لكل اشارة يجب القيام بالضغط من اجل كل اشارة يتم تلقيها عند الضغط على زر المسح الحي لايف سكين الموجودة على لائحة ازرار ايفو بامكاننا رؤية صورة المكان المراد البحث فيه على التطبيق بشكل مباشر من دون الحاجة الى البحث خطوة بخطوة لا تنسوا بان جهاز ايفو اكثر من ان يكون مجرد جهاز للبحث عن المعادن الصغيرة كالليرات الذهبية نحن نسمي جهاز ايفو بجهاز البحث في باطن الارض ان جهاز ايفو هو جهاز بحث متطور يقوم بتقديم صورة مكثفة للكائنات والفراغات المتواجدة في باطن الارض للمستخدم ترجمة نانسي قنقر